لا تزال الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية مستعرة ويدفع ثمنها الأطفال الذي نقتاتتهم إلى محارقها أطفال حولتهم آلة الحرب إلى جثث يوزع الحوثيون صورهم داخل أطر خضراء مزينة بالورود مع ابتسامات على الوجوه وزوامل عن الفداء والخلود وشجاعة صورة وهم وخداع عن الطفل الشهيد الطفل البطل والطفل الأخضر تغوي أطفال آخرين فالحرب طبقا لتلك الصورة ليست أكثر من أنشيد حماسية ونهايات خضراء يجمع الحوثيون أشلاء الأطفال المقاتلين وهم يعلمون أكثر من غيرهم الحقيقة بمرارتها ووحشيتها فالأطفال الذين زجت بهم الميليشيات في أتون حربها في طريقهم لأن يصيروا طيورا في الجنة يترك الطفل القتيل خلفه طفلا يتخيل جثته وأبوين يعيدان سرد القصة عليه لسنوات الصورة الأولى التي تصل أسرة الطفل القتيل هي تلك الصورة الخضراء المحاطة بالأناشيد والورود نهج تجنيد الأطفال دأبت عليه الميليشيات لتعويض النقص المستمر في صفوفها مع استمرار تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح في صفوفها ولسهولة انقياد الأطفال لأوامر مشرفي الميليشيات وتسيرهم إلى الخطوط الأمامية لجبهة القتال دون تفكير في عواقب ما يقدمون عليه ولذلك كثفت حملاتها لتجنيد الأطفال في القرى والمدن الواقعة تحت سيطرتها وأنشأت معسكرات لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم وتدريبهم وإعادة توزيعهم على الجبهات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية تجعل من الأسر اليمنية فريسة سهلة لحملات التجنيد الحوثية ناهيك عن اختطاف الميليشيات الأطفال دون موافقة أو معرفة أهلهم واستدراج بعضهم واستقطابهم بأساليب وطرق مختلفة لا توجد إحصائية جديدة يمكن الوثوق بها عن الأطفال الملتحقين بالحرب في اليمن فما هو حقيقي وكارثي لا يمكن تجاهله آلاف من أطفال اليمن يخوضون الحرب وهم يشاهدون الجثث أو ينضمون إليها